تعالي بقى اقولك يا ست الكل ازاي تعملي احلى كوارع واتطلعي بقى منها شربة ريئة بالجمال اللي انتو شايفينه ده وطعمها طحفة وشايفين بقى ما شاء الله الكوارع نفسها زي الزبدة معايا هقولك بقى فكرتين لتسوية الكوارع افضل من بعض ولو عندك بقى انبوبة ما تقلقش بقى من تسوية الكوارع نهائي معايا بقى هنا الحلة وفيها مية بتغلي وهنزل ببصلايا وجزرية وتمطموية وهنزل بورقتين من الورق اللوري واتنين من الحدهان اول ما المية تغلي كده معايا بقى فرد الكوارع وطبعا كنت نقعيها كويس جدا في زيق ولمون وغسلتها بقى كويس جدا لحد ما بقت زي الفل معايا بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهبدأ بقى نزلها كده في المية طبعا لازم انتبقى المية مغلية وقت ما بتنزلي فيها الكوارع هضيف نص معلقة صغيرة من البيكنج بودر وهو ده بقى سر التسوية يخلالك زي الزبدة وتستوي معاك في اقل وقت هنزل كمان بمعلقة صغيرة من السكر السكر هنا مع البيكنج بودر هيخليلك الكوارع زي الزبدة اول ما تاخد غلوة كده هتشيلي بقى اي طبقة تطلع من على الوش بالشكل اللي انتو شايفينه ده عشان ما تغيرش معاك طعم شربة الكوارع هنيجي بقى الاول فكرة وهي انك تسبيها لحد ما تغلي معاك بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهتطفي بقى النار عليها وهتسيبيها لحد ما تبرد معاك خالص وبعد كده هتشغلي بقى النار عليها هتكرري طبعا الخطوة دي 3-4 مرات هتلاقيها بقى استوت معاك وبقت زي الزبدة من غير ما تخلص الغاز عليها وتاني فكرة اول كده ما تغلي معاك بالشكل اللي انتو شايفينه ده هتهدي بقى النار عليها خالص تبقى شامعة كده معاك اكنك كده بتساوي الرز بالزبط هتبقى زي الزبدة معاك ومش هتسحب معاك غاز اول ما الكوارع تبتدي بقى تستوي كده وتخش في استوي هديب بقى معلقة كبيرة من الملح شايفين بقى ما شاء الله الشربة بتاعتها ولا ريحتها حرفيا عايز اقولكو طحفة جدا هغطيها بقى واسيبها تكمل سوى كده الكوارع استوت معايا وبقت زي الفل شايفين بقى باسم الله ما شاء الله بقت زي الزبدة كده معايا ومهرية طبعا البكنج بودر اللي احنا بنضيفه والسكر اللي اتنين بقى بيساعد جدا ان هي تبقى زي الزبدة معاك بالشكل اللي انتو شايفينه ده ومن غير بقى ما تخلص الغاز عليها نهائي وبالشكل ده عملت احلى طريقة للكوارع شايفين بقى باسم الله ما شاء الله شربتها ريئة خالص معايا وطعمها طحفة وشايفين بقى الكوارع نفسها زي الزبدة كده ومهرية وطعمها طحفة جدا ان شاء الله تجربي الطريقة دية وتدعيلي عليها اتمنى بقى لو وصلت معا لحدنا في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفي